أكدت الحكومة السويدية إدانتها لإحراق رجل يحمل الجنسية السويدية لنسخة من المصحف أمام مسجد ستوكولم الرئيسية معتبرة ما قام به عملا معاديا للإسلام وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية السويدية إن الحكومة السويدية تفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين معربة عن إدانتها بشدة لهذه الأعمال التي لا تعكس بأي حال من الأحوال أراء الحكومة السويدية مذكرة في الوقت ذاته بأن حرية التعبير حق محمي دستوريا في السويد